أما الطالبة رانيا محمود بكلية حقوق جامعة الطاهرة إحنا بنتظاهر وقاعدين عند الأوبة عشان إحنا معطردين على القرارات السيادية اللي طلعت يوم الحد والثنين بتقديم المتحنات يوم 28 وعشرين واربعة الجدولة تعلقت إحنا نبكد يوم الثنين التر مبتدى يوم 8 مارس إزاي خلاص يوم 28 وعشرين واربعة إحنا بنتعلم إحنا هنا ولا إحنا خلاص الدولة وقعت إحنا بنطالب بحقنا في تعليم محترم في جداول محترمة اللائحة الجامعية بتقول إن لازم تختر الطلبة بمعادل المتحان قبلها بشهر إنت بتخترنا قبلها بسة أيام وده طبعا قمة الظلم إحنا مش زنبنا نتحمل الانتخابات الانتخابات تتأجل في حلول كتيرة لو هو عايز يحلل لكن هو عايز يخلص من الكتلة الطلابية الموجودة في الجامعة لأن هو متأكد إن هو بيعمل حاجة غلطة هو لو كان جامل حاجة صح ما كانش خف من الكتلة الطلابية وبقى عايز يتخلص منها في أي وقت